المقاتلة تي خمسون إحدى منتجات السلاح الكوري الجنوبي وأسلحة متعددة من بينها الرادارات عالية الدقة تأتي في تصنيف بنك التصدير والاستراد الكوري الجنوبي برقم قياسي من حيث الصادرات اتجاوزت حاجز السبعة مليارات دولار بنك التصدير الكوري الجنوبي أعلن ترتيب العراق ثالثا من حيث الاستراد لأسلحة كوريا الجنوبية إذن تدخل مقاتلة تي خمسون الملقبة بالعقاب الذهبي مع أسلحة مختلفة في وقت تتزامن فيه المشاهد الأمنية في البلاد بما يطرح تساؤلات حول ما هي القدرة العسكرية العراقية في الرد على هجمات كتلك التي قصفت بها القوات التركية منتجعا سياحيا في دهوك وهل يستفيد العراق من هذا التسلح العسكري؟ سيما أنه يدفع مبالغ طائلة تساؤلات توضع على طاولة السيادة العراقية أيضا فيما يتعلق برادارات الدقة العالية التي قد تسهم فعليتها بدفع المخاطر عن سماء البلاد وقد أعلن قائد الدفاع الجوي الفريق الركن معان السعدي عن وصول رادارين للكشف العالي إلى العراق وسيتم نشرها في محافظتي الديوانية والأنبار بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي أشار إلى أن الدول الرئيسية التي تصدر إليها كوريا كانت تركيا بنسبة 28% والعراق بنسبة 23% من العام 2012 إلى 2016 تتعاشروا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر